هي حالة السيدة جميلة لأزيد من خمس سنوات بعد أن أقعدها المرض الخبيث الفراش حالة جميلة تزداد سوءا رغم كل العمليات الجراخية التي أجريت لها لكن سرطان المعدة كان أقوى الواحد يثماني ونقال فلنفرح لنفرح 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 كنت سكنة بالتمنت باللغة الرجل وما يكتر كل مرض هذا من جاني جاني من مو بالتمنت جميلة طريحة الفراش لكن ابنتها الكبرى كانت السند والدعم فالظروف أجبرتها على إطعام والدتها وتقديم الدواء لها وكل ما تحتاجه هذه الأم المسكينة بعد أن أصبحت عاجزة عن الحركة كليا حياتي نسلنا في جزقنا هنا أولادي مني حبة ويلة وحبة كيما يقول قبر الدنيا باش نعرفوا أولادي وراما أنني مريضة ما هددها بالمرض باش نعرفوا أولادي نعرفوا أولادي مسكين كفايعيش اضل يبكي لي يا ضل يبكي وعاولوني في ذا رمضان ما ننكرش الجمعية جاء وما خلوش علي يا بحق تاربي ما تزايا جاءوا لي يا في رمضان ما تزايا ما تزايا ما شكيما قبر الدنيا مريضة تتعامل معنا معاملة يعني يبكينا خويا ما دي لي شكيما ودي لي هذا مريضة يطيهوا مني عاولنا وقال لوليدة ما تتقلقش ما كان مريضة ما تتقلقش الفقر والمرض وأزمة السكن أرهق كاهل العائلة المكونة من 11 فردا والتي تستأجر سكنا منذ سنوات خاصة وأن معيدها الوحيد متوقف بسبب أزمة كورونا الأم جميل اليوم تأمل بتدخل السلطات الولائية لمساعدتها